بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال بالله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينهم وأطيعوا الله ورسولهم إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا كليت عليهم آياتهم زادت إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون الذين ينجيبون الصلاة وما غزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك للحق وإن فريقا من المؤمنين لكاربون يجابعونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعلم الله إحبى الطائفة لأنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعلهم دوم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا إلى يد الله إن الله عزيز حكيم إذ يوشيكم نعاس أبنة وينزر عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويهيب عنهم رجز الشيطان وليغلق على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وبفطرقوا فوق الأعنات وابرقوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فتكون وأمن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار ومن يوليهم يومئذ ذبرا إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد لا أبغض من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رميت وليبلي المؤمنين من مبلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مهم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم قاربون يا أيها الذين آمنوا استبيبوا لله وللرسول إذا دعاوا لنا يحييكم واعلموا أن الله يحور بين المرء وقلبه وأنه إلي تحشدون واتقوا فتنة لا تسيبا من الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخطفوا الله والرسول وتخطفوا أماناتكم وأنكم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأمن الله عندهم أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم جرقانا ويكفل عنكم سيئاتهم ويغفر لكم والله هو الفضل العظيم وإذ ينقوا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجونك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا كفروا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اهتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يستغفرون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون إن الذين كفروا أنفقون أموالهم ليصفوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يؤلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الظهر الخبيث من الطيب ويدعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيدعله في تهنم أولئك هؤلاء خاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنيلتم شيء فأمن لله قوسا وللرسول وللقربى واليتامى والمساكل وللسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله علىكم لشيء قدير إذ أنتم بالعروة الدنيا ومن بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنهم عليم بذات الشرور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلبهم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله تودعهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبقوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليهلكم واصبروا إن الله مع الصادرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم البطرا ورئاء الناس ويصفون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا يغالب لكم اليوم من الناس وإنه جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبين وقال وإني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر وهؤولئين ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو تراءت يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون ولوها وأببارا وذوقوا عذابا حريقا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاهم للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الثاني فأخذهم الله بذوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سبيع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم بذوبهم وأغرغنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عادت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرح لهم من خلفهم لعلم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب القائلين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يؤمنون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباق الخير ترهبون مني عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون لهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليهم وأنتم لا تنمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حدد المؤمنين على الختال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلموا مئتين وإن يكون منكم مئتين يغلموا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن خفف الضار عنكم وعلم أن نفيكم ضعفا فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيهم أن يكون له أسرى حتى يسخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذهم عذاب عظيم فكلوا مما ومنهم حلابا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويرفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقلقان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بأموالهم أولياء بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعض أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم